السلام عليكم ورحمة الله اخواني لا فاضل اينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023 والساعة العاشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي اليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك ازلتلون اخواني اياكم الله جميعا اخواني اينما كنتم قاصة مع هذا الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي المتميز بضغوطات وضغوطات شديدة على الاسر في الحقيقة ليس فقط في الجزائر في الجزائر وفي غير الجزائر ولكن في الجزائر الناس تتساءل لأن المفروض انه لو صدقنا بن عبد الرحمن ما يسمى بالوزير الاول فان معدل الدخل لكل انسان جزائري في السنة هو اكثر من خمسة الاف دولار بسعر السوق هو اكثر من نية مليون كل واحد رأي يسمع فيها او مش يسمع فيها كل واحد صغير او كبير مولود البارح او حتى مولود قبل ساعة فانه عندما يصل سنة فان المفروض مدخوله اذا صدقنا بن عبد الرحمن هو مئة مليون اي ان الاسرة التي فيها خمسة اشخاص داخلهم يكون خمسمائة مليون في السنة هذا بسعر السوق اما بسعر رسمي فالاسرة اللي فيها خمسة اشخاص داخلهم يكون فقط فقط حوالي مئتين وثمانين مليون كلام عبثي كلام عبثي رهيب مش مئتين وثمانين مليون اكثر من ذلك في الحقيقة لكن خلنا نقوله مئتين وثمانين مليون بسعر الرسم كلام عبثي رهيب وسخيف لان الاغلبية العظمى من الاسر الجزائرية الاغلبية العظمى من الجزائريين ومن الاسر الجزائرية اسرة كاملة داخلها في الغالب كمعدل لا يتجاوز لا يتجاوز الالف الالفين دولار اسرة كاملة الاسرة اللي تدي يدي رب البيت فيها ثلاث ملايين ونص معناها راي يجيب ألفين دولار دي أسرة كاملة أي أن الفرد في الحقيقة في الجزائر راه يدور ما بين ربعمية إلى خمسمية آه نعم كين آخرين دخلهم بالدولار بعشرات الألاف من الدولارات في الشهر وقد تكون بملايين الدولارات نتيجة للنهب ملايين الدولارات في السنة نتيجة للنهب الرهيب إذن دخول اجتماعي عصيب جدا في بلد كان يمكن أن تكون لديه كل الإمكانيات ليعيشوا أهله في حالة لا نقول أغنية لكن يكونوا مرتاحين مصورين ما يكونواش الناس يعانون مرارة كبيرة مرارة في كافة المستويات ومرارة مع ارتفاع الأسعار قيل لي أن الطماطن موصلت في بعض الأماكن إلى 30 ألف تتراوح ما بين 250 دينار 300 دينار الطماطم أغلى من أوروبا حيث الدخل في المجمل هو عشر مرات أكثر من الدخل الفرد الجزائري من دخل العام للجزائري هناك طبعا في الجزائر اللي يدوز جملايين في الشهر أي أنه في العام دخله هو 1200 أورو 1200 أورو لأسرة كاملة بحسابات بن عبد الرحمن فإنه هذه الأسرة اللي في خمسة أشخاص مثلا يكون دخلهم أكثر من عشرين ألف أورو أو حالي 25 ألف دولار كذب يستمرون في الكذب واليوم كانت كذبة رهيبة زاد بهدنة هذا تبون بهدلة أخرى معني شخصيا يعني انتقدت وكان انتقاد المفروض كانوا ينتبهولوا لما تحدث على أن الجزائر عندها مليار وربعميات مليون متر مكعب في اليوم في اليوم قال في اليوم لأن بعض الناس قالوا يروا بلك كان في السنة لا قال في اليوم قال في اليوم ولكن حتى ولو افترضنا أنه قال مليار وربعميات مليون في السنة فهذا هذا جنون هذا جنون استحيل من المستحيلات العشر رأي نشوف كل هذه الأشياء نبدأ ببعض الملفات الداخلية قبل أن ننتقل إلى الملفات الدولية والملفات الدولية اليوم كثير من أخواني قالوا لي رأيي هذا الفترة الأخيرة تمر مرور الكرام على الملفات الدولية ولذلك سأتطرق إلى خمس ملفات دولية بإذن الله ثم إلى جزء ثالث واليوم في الجزء الثالث نتحدث على الرعب الذي رأيها واقع داخل عصابات النظام نتيجة لخصوماتهم وصراعاتهم نتيجة أيضا لخوفهم من رد الفعل الإماراتي بعد أن قرر شنغريحا كما أخبرتكم أول أمس وكان قرار قرار ما زال سري لم يعلنوا عنه قطع العلاقات العسكرية تماما مع دولة المسخ دولة الإمارات ما هذا يعني ذلك؟ هم متخوفين من أن الإمارات ستصعد الموقف ضدهم أنا على يقين أنها ستصعد الموقف ضدهم يرحثون الآن عن من يدعمهم هل سيدعمهم القطريون كما فعلوا في الفترة الأخيرة هذه أم أن القطريين حدا لن يتجاوزوه الأتراك إلى أي حد سيدعمونهم أم أن العصابة ستلجأ إلى الولايات المتحدة وتطلب نوع من الحماية خوفا من رد الفعل الإماراتي المدعوم إسرائيليا بطبيعة الحال والمدعوم بدول أخرى بما فيها روسيا والصين اللي هي أقرب إلى الإمارات منها إلى العصابة التي اعتقد تبون أنه حينما زار بوتين ومدحه مدحا كبيرا بما فيه أنه رجل سلام وحكيم ويحب الخير للبشرية ومدح رئيس الصين كل ذلك المدح لم يأتي بنتيجة وجاءت تلك الصفعة المدوية من جوهنسبورغ صفعة البريكس سنرى أيضا أنهم أخيرا انتبهوا لما حذرتهم منه في هذه الأشهر الأخيرة وهو أن ما يحدث في الجنوب خطر وخطر شديد خاصة مع صراع عالمي يتعظم ويكبر حول تشاد النيجر مالي موريطانيا وركينة فاسو نيجيريا وبما فيها أيضا ليبيا والجزائر يعني دول الساحل ودول الشمال الإفريقي إفريقيا كلها فالحقيقة هي فريسة للمفترسين فلدي معلومات من مقربة من مكتب شنجريح أنه تواصل على عجل بأمنك للهقار أي سلطان الهقار أي زعيم توارق الهقار منطقة الهقار تواصل معه وربما يجتمع معه اليوم أو ربما يجتمع معه اليوم أو يجتمع معه غدر قال أنا أريد أن أراك في أقرب فرصة ممكنة وأريدك في العاصمة في أقرب فرصة ممكنة يكون ربما ألتقاه اليوم أو غدا على كل سيلتقيه قبل نهاية الجمعة لماذا؟ لأنه بعد ما تحدثت عدة مرات في الموضوع هذا وجدوا بالفعل أن كثير مما قلته صحيح في الحقيقة كل ما قلته صحيح لكن على الأقل اعترفوا أن أكثر ما قلته صحيح وأن إخواننا هناك في الجنوب يشعرون بأنهم تحت احتلال وليس تحت نظام وطني هم جزء منه وهو جزء منهم إخواننا هناك كل سكان أقصى الجنوب في الحقيقة كل سكان الجنوب ولكن أقصى الجنوب الوضع أخطر بكثير لأن أقصى الجنوب هو حدود دولية وحدود مع أربع دول على الأقل هي موريطانيا ومالي والنيجر وليبيا وهذه الدول كلها تحت تنافس رهيب حتى الجزائر تحت تنافس رهيب لكن هذه الدول أضعف من الجزائر فرح نتحدث ورح اليوم نركز على زاوية وهي زاوية التجنيس وكيف هذه قضية التجنيس أجانب خطر ماحق خطر كبير جدا على البلاد وعلى سكان المنطقة على سكان الجزائر ككل وكيف تقوم المخابرات الإرهابية وعناصرها بهطار نهب المال مع بعض القضاة الفاسدين والمفسدين يقومون بعملية تجنيس واسعة لكثير من الأفارقة تجنيسهم كجزائريين إذن بإذن الله دعونا نبدأ في الموضوع الأول أقول مالك رياحي الذي خرج قبل سبيع فقط من السجن بعد أن قضى فترة طويلة قربت سنتين ما زال تحت الضغطات من كوميساريا إلى محكمة إلى يعني الضغط عن طريق القضاء قضاء التليفون قضاء المخابرات الإرهابية وعن طريق بوليس المخابرات الإرهابية لن مالك رياحي وسعيد رياحي وامثالهم وإخوانهم وأخواتهم والأحرار جميعاً لن تستطيعوا أبداً أن تضعفوهم أو تخيفوهم أو تنالوا من إرادتهم بهذه الأعمال بل بالعكس سيزدادون ثباتاً وتحمساً طبعاً هناك من يسقط وهذا معروف في كل المعارك في كل الثورات في كل انتفاضات هناك من يسقط هناك من كان يظن أن الرحلة قصيرة لكنها طالت فهو لن يستطيع أن يكمل أو لن تستطيع أن تكمل هناك من كان يعتقد أن الرحلة عندما يصل يصل إلى منصب لكنها لم يصل إلى منصب وشفنا بعضهم انقلب على عقيبيه وأصبح يمتدح المخابرات الإرهابية وبعضهم حتى موجود في الخارج من الأذناب الذين انقلبوا على رؤوسهم وهناك من كان يظن أن القضية هي قضية خروج وفوفوزلة وحديث وضحك يخرج شرب شو يجي ومنش عايب تقسر معاه منه وترجع نهار لده لكن من بعد تبينهم لا أن هذه معركة وجودية يعني اللي ما فهمهاش أنا شخصية عاودتها مئات المرات في 2019 و2020 قلت أن معركة الشعب الجزائري مع هذه المافيا العسكرية هو معركة وجودية ما معنها؟ معنها إما يبقى الشعب الجزائري ويحكم وطنه ويختار من يحكمه ويتحكم في هذا الحكام بمعنى هو الذي يأتي بهم و هو الذي يذهب بهم عبر انتخابات حرة وإما أن تتظل تحكم فينا المافيا العسكرية فالبلاد تزداد انهيار وها الناس سيتشوف الانهيار الناس سيتشوف الانهيار الانهيار على كافة المستويات الجميع يجمع هذه ما فيهاش نقاش وما فيهاش خلاف وكما يقول المثل العربي لا يتناطح فيها عن ذلك وهو أن الوضع الآن أسوأ بكثير من الخروج في 22 فبراي 2019 الوضع على كافة المستويات على مستوى الحريات على مستوى القهر على مستوى السجون على مستوى البراجات على مستوى النهب على مستوى الأسعار إذن كل المسببات التي دفعت شعب الجزائري الانتفاض في 22 فبراير 2019 مش فقط موجودة موجودة وزادت وتضاعفت إنني أشم رائحة الحراك إنني أشم رائحة الحراك لسنا بعيدين من انتفاض الشعبية لكن مرة أخرى نشد الخروج هذه المرة في طبعته الثالثة لأننا عرفنا الطبعة الأولى اللي نقوله مشات من فبراير 2019 إلى مارس وقت الكورونا 15 مارس 2020 حوالي 13 شهر ثم توقف الحراك بسبب الكورونا وكل ما كان يحدث على مستوى العالمي والكورونا جزئيا متسببة فيها العصابة جزئيا ثم عاد الحراك في دورته الثانية اللي بدأت في فبراير 2021 وامتدت إلى نهاية الجوان ربع شهر وزائد وتميز هذه المرحلة بشعار مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مرحلة الأولى تميزت بدولة مدنية مش عسكرية كنا نعطوها عنوان مرحلة الثانية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مرحلة الثالثة يجب أن تكون الآن تسقط المافيا العسكرية لا عودة للبيوت قبل أن تسقط المافيا العسكرية لأن عدم سقوطها وانتصار الشعب الجزائري يعني انهيار الجزائر جغرافيا أكثر ما راها منهار اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يكون الانهيار أكبر بكثير خاصة مع خصوماتهم وصراعاتهم حي الله الأحرار حي الله مالك رياحي وكل إخوان الأحرار الذين لم تضعفهم لا التهديدات ولا التوقفات ولا التحرشات ولا الشتم ولا السب ولا التعذيب ولا السجون هلونا نروح مباشرة لهذا السفيه عندما نقول سفيه ما فيش تبلي يعني أناكم تشوفوا سمعتوا منه عدة مرات وكوارث ليس لا حدود أسمع هنا وش يقول تبنت جزائر خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج المخططة الحكومية حيث مكن ذلك من قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة لاسيا في قطاعات التربية الصحة البناء الكهرباء والمياه وعلى ذكر المياه فإن بلاد انطلقت ببرنامج تحرية مياه البحر وسنصل مع نهاية سنة الفين وربعة وعشرين إلى إنتاج مليار وثلثميات مليون متر مكعب يوميا إن شاء الله إن شاء الله بربي سنصل إلى إنتاج مليار وثلثميات مليون ليس لتر قال متر مكعب المتر المكعب لأنني هذا علقت عليه قبل في قوت الماضي لكن ما زال ما زال يردد نفس الكوارث وأكيد جزائرين آخر يعلقوا عليه أيضا مليار وثلثميات مليون متر مكعب المتر المكعب لو تكتب متر مكعب كم يساوي من اللتر فإنك ستجد الرد في جوجل أو في أي مكان آخر بأنه يساوي ألف لتر بمعنى قال في الأمم المتحدة أمام العالم أجمع طبعا العالم بالمناسبة يعني كانت فضيحة أغلبية المسؤولين الكبار كانوا غاضروا وبقوا بعض دبلوماسيين الصغار والشباب وأيضا اللي قاعدين ملور فقط أما الكراسي وتشوفوه مراتها بعض القنوات هو يخطب أغلبية الكراسي اللي قدام كانت فارغة قالين أن تجاوزوه هذه أنا معرفينه وش يدومن عنده وش يدومن عند تبون إذا كان الشعب الجزائري والله قبل قليل كتب لي واحد من الأفاضل إنسان محامي وإنسان سن معين قال لي من فضلك ما تضيع الناش لايب معهم بهذا المعنى تقريبا رأوا درنا فضايح وزاد بعث لي هذا المقطع رأوا درنا فضايح ورأوا درنا ما نضيعوش الوقت مع هذا الله إذا كانوا الجزائريين ما يتحملوش تبون كيف يشطر يتحملوها ديبلوماسي العالم والسفراء والوزراء والرؤساء والملوك ومن فخلينا نرجعو لهذا الموضوع إذن مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب سنوش قال قال يوميا بالمناسبة قال يوميا الكارثة أكبر بكثير قال يوميا فإن بلاد انطلقت ببرنامج تحرية مياه البحر وسنصل مع نهاية سنة الفين وربعة وعشرين إلى إنتاج مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب يوميا إن شاء الله إن شاء الله برمي نصيبة مش حتى سنويا كون قال سنويا ممكن بعض الناس يقولك بلاك واحتمال واحد في المليون تعالش معناها وش قال مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب يوميا والمتر المكعب كما قلنا فيه ألف لتر معناها كم واش تولي تولي ألف وثلاثمائة مليار لتر يوميا ألف وثلاثمائة مليار لتر يوميا يوم واش تنشف البحر المتوسط فقط تنشف البحر المتوسط وحدها المحيط الأطلسي وربما تروح للمحيط الهادي تنشف ماذا يقول هذا الله ماذا يقول هذا السفيه أمام العالم أجمع ماذا يقول ألف وثلاثمائة مليار لتر أو كما قال هو مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب ماذا يقول هذا السفيه اقسموا ألف وثلاثمائة مليار لتر يوميا اقسموها على ربعين مليون رايحة تجيكم أكثر من اثنين وثلاثين ألف لتر اثنين وثلاثين ألف لتر لكل جزائري 12 معنى 32 ألف لتر معنى بيسين معنى بيسين بيسينات يرفضوا 32 ألف لتر لكل جزائري يوميا تخيلوا تخيلوا كل جزائري عنده مياه قيمة يعني لا رك قاعد في غرفة احسبها 32 متر مكعب يعني لا عندك الطول 3 مترات أو أو زر 3 ونص على خمسة على ثلاثة كل يوم تضي 32 ونص متر مكعب من المياه يعني كل يوم قيمة غرفة كبيرة من المياه في حين أن هناك أحياء كاملة أحيانا ما يجيهاش لتر واحد لأسابيع أو لأيام بما فيها العاصمة مهدنا مليار وثلثمائة مليون متر مكعب أي ألف وثلثمائة مليار أو حتى أكثر نعم جنون وضربوا ألف متر ألف لتر في مليار وثلثمائة معناها ألف مليار معناها ألف وثلثمائة مليار لتر أنا نعاود أنا نتكلم معاكم ونعاود نحسبها بل أنني غالب مش غالب ألف وثلثمائة مليار لتر يوميا شنون تنشف كل بحار الأرض وكل محيطات الأرض في عام أو عامي وفي حقيقة روحت بحثت في الموضوع مرة أخرى معني بحثت المرة اللي فاتت لقلت خليزين تأكد لأن الأمور هذه لما تعاود تسمحها على أساس أنه رئيس جمهورية وعنده مستشارين وعنده وزراء وعنده خبراء وعنده كل اللي رهم ينهبوا في المال العام وهي واحد يروح الانترنت يخرج مثلا كتبت بالفرنسوية خرجت ملف بالفرنسوية على ويسموه أيضا ديزاليناسيان ديزاليناسيان أي تن بروسيسيس كي برمي دوبتيني دولو دوس بوطابل أبارت دين أوصومات روصالي يعني أن تحلية مياه البحر هو عملية تتم فيها تحويل مياه مالحة إلى مياه حلوة أو مياه قابلة للشرب ويشرح الملف كاملا ويجيب لك كل الأنواع وتكاليف إلى آخر إلى آخر ثم يوصل للعالم أكبر من أكبر الدول اللي اليوم تقوم بهذا تحلية المياه هي دولة مثل دولة السعودية صارفة ملايير دولارات على الموضوع وتقريبا 50% من المياه إلى السعودية يأتي من مياه البحر أو تحلية مياه البحار ولكن أيضا الكويت والإمارات لأن هذه دول في الخليج دول فيها حرارة شديدة جدا وعموما وعموما يقول لك أن الشرق الأوسط تقريبا نصف تحلية المياه تقع في الشرق الأوسط فيها ما يسمى بإسرائيل والأردن وتونس وأيس إسبانيا والكويت والسعودية والإمارات فيها أيضا الجزائر والجزائر فيها تحلية المياه لكن محدودة يعني الدور في حدود مليون مليون متر مكعب هذا إذا أنتجوا كل ما هو مكتوب ونحن عارفين في الحقيقة مثلا كاين عندهم واحد المركز في وهران لا ينتج حتى نصف الكمية تنتج في أفضل حالات كما يتحلهم الريزو أمبان كما يقولون كما يتحلهم المليماشين أمبان ونحن نعرف بأنه كانت هناك فضايح كبيرة جدا حتى في قضية الخليفة اللي راح وجابوا ماتريال ما عنده احتقي ما وقالوا تحلية المياه ومن بعض ظهر مشي تحلية مياه في أفضل حالات لما كل شي يكون يمشي يكون مليون ونص ليتر مكعب مليون ونص ليتر مكعب مليون الراجل قاعد يتكلم على مليار وثلثميات مليون وكان من قبل تكلم عليها في الجزائر في قوت الماضي وهو كيفاش كان ردي وبالرغم من أننا عندما نتكلم عليهم هنا نعرفوا أنهم سوفهاء لكن نعرفوا أنه يتابعوا وشانا نقوله وكالمفروض يقولوا اي 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 استنى استنى لما يجيهم ناقد أنا مثلا شخصيا لما يجيني اي انتقاد ويوصل عندي الانتقاد وش ندير نشوف إلي ما كنتش متأكد نفيري فيه بل لك أنا قلت حاجة خطأ يحدث مرات نكون أنا قلت حاجة خطأ نكتب اللي انتقدني أو اللي علق أو اللي بعتلي أو بعتلي المساعد أو نقول شكرا لك هذه حالة استثنائية لكن تحدث في الغالب ندير تحقيق بحث سريع في الانترنت ونلقى مثلا اني كنت وش قلت صحيح ولكن ربما اللي اسمعني ما فهمنيش أو ربما طريقة التعبير فهمها طريقة خاطئة لأن مرات الناس ما تفهمش قع وش وش كنت تقصد خاصة الى الموضوع انت تحدث علي عدة مرات ومشرحتوش بالتفصيل الى آخر فهو المفروض انه لما الناس وكانوا كثير من الجزائريين يعني استاؤوا وقالوا وشنو هذا ما يسمى برئيس دولة احنا طبعا لا نعترف به احنا لا نعترف به حتى كرئيس بلدية احنا نرى انها مكان هو السجن لانه لص كبير من كبار الوصوص يعني وهذه مش تهمها هكذا من الفراخ بالأدلة يعني انا انسان اخاف الله كل من اتهمه بشيء فمعناها راني على يقينيا الى ما عنديش ادلة عندي قراء ثابتة وهو لص كبير والأدلة كثيرة جدا على كل حال يوما ما ترون ذلك اذا مرات نروح نبيري فيه كالمفروض يروحوا يبيري فيه لما الجزائريين رروحوا يتأكدوا قالوا المشركين تقولوا مليار وثلثمائة مليون متر مكعب وهذا راهوا معناها الف وثلثمائة مليار هذا ومتر مكعب وليتر في اليوم في اليوم ومش في السنة احنا كما قلت ننتج في افضل في افضل حالاتهم نجي مليون ونصف متر مكعب يعني في افضل الحالات في افضل الحالات وصلوا الى اقل من نصف مليار في السنة نصف مليار في السنة هذا رأيتحدث على الف وثلثمائة مليار لتر في اليوم اوش كنت قتله من قبل مليارين مليارين خمان نحس بوش النص مليارين ميتر مكعب مليارين ميتر مكعب مش تعرفوا بالليغير يقول مليارين ميتر مكعب الميتر مكعب هو الف لتر طبعا اي واحد يقدر يكتب كم يسوي متر مكعب يطلع الان جوجل يجاوبك في مرمشة عين معنا رأيتكلم على مليارين ميتر مكعب اذا عرفنا ان الميتر مكعب فيه الف لتر فنحن نتحدث على الفين مليار لتر زوج ملاير ميتر مكعب في كل ميتر مكعب الف ملتر الالف في زوج ملاير هي الفين مليار لتر لماذا سنعود فيها لأن بعض الناس مضيفت كبه لأن المرة الماضية كان قال تحدث على الفين على مليارين لتر مكعب معناها الفين مليار لتر فكان تعليق في الاخير هو هذا اثنين الف لتر اثنين وستين الف لتر بضغط اثنين وستين الف وخمسمية لتر لكل جزائر من الاربعين مليون يعني هذا اللي راح يزيد ودوة حسب حسابات تبون عندما تكتمل المحبات راح يقول اللي عنده اثنين وستين الف وخمسمية لتر في السنة لا في اليوم يليت وقالها في السنة فمسخرة مسخرة حقيقية هذه المرة أمام الأمم المتحدة ولذلك هاي اختيارات او على الشعب الجزائري قال تبون مزور جابوه العسكر مكاش الشرائية يعني جابو مش فقط لان العسكر وش يختارو الجنينات وش يختارو لازم هما الكريتيريا الكريتير معايير لاستندع لها ان يكون شخصية ضعيفة ان يكون شخصية متورطة في فساد مالي ان يكون شخصية متورطة في فساد اخلاق وان تكون الاسرة ايضا في هالحلال ناهيك عن حد معين من الجهل لانو باش ما يبنش يفهم خير من شنغريحة ولا خير من بنعلي بنعلي ولا خير من القايت صالح اللي جابو لازم حد معين ما يتجاوزوش كما يقال يقول واحد البروفيرب الفرنساوي بهذا المعنى هذو كل هم يتوفروا في تبون يعني هما في الغالب يحطوا مجموعة معايير يقول لك اوكي نجيبوا منهم على الاقل ثلاثة اربع شروط هذي الشروط ما يش شروط العقل والحكمة والعلم والفهم والشخصية القوية والثابتة لا 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 العكس تماما العكس تماما لماذا باش تحكموا فيه كلما كانت شخصية الحاكم من رئيس بلدية الى والي الى قاضي الى شيف سيكتر الى وزير الى منعام الى رئيس كلما كانت شخصية ضعيفة مهتزة مفسدة وفاسدة يفضل ان تكون فاجرة شخصيته يعني ان كل شخص فاجر كلما كان في هذا الشروط كلما سهل التحكم فيه لان ماذا لان العقلية هي جنيرالات يحكمون من الخلف بواجهة مدنية لازم هذه الواجهة المدنية لا تتمرد عليهم يجب ان لا تتمرد حدثت لهم مرات تمردات بسيطة مش كثيرة مثلا بن بيتور حمد بن بيتور لما كان رئيس وزارات تعبود فليق اول رئيس وزارات تعبود فليق تمرد عليه ورغم يمكن للناس اللي ينتقدوا بن بيتور في بعض المواقف خاصة موقفه في دفاعه عن نزار لكن في هذا الموقف للإنصاف كان موقفا قويا لماذا لم يستطيعوا لماذا لم يستطيعوا ان يخضعوه بن بيتور يقولوا لله لا تستقيل استقال احنا نقيلوك انت ما تستقيلش ما تقدرش لأنهم اكيد ليس لديهم ملفات اخلاقية ومالية عليها فساد مالي واخلاقي اكيد فتعلموا من ذلك الدرس وبالتالي اصبحت الشروط لا يعين وزير ولا يعين ولي ولا يعين شيف سكتر ولا يعين شيف تعمو خابرات ولا يعين رئيس ولا يعين الا ويجب ان يكون موجي التريندي كاسرول كما يقال بالفرنسوية يكون مليء بشروط الشخصية الضعيفة الهشة الفاسدة الفاجرة الضعيفة الجاهلة بش يتحكموا فيه هذا تبون وراح رفتك بسبعين الف خطاءة ويعجبك هذا المرة ما عندهمش يقطعوها في التلي في التليفزيون يعقبوها لك لأن قرأ خطابه تعشر دقائق والأربع ساعة أمام العالم وانتهت القضية مع أنه أيضا كان يفوت مع ما يسمى بصحفيين ومع ذلك تخرج كوارث مثلا نهار اللي قال لقينا في دار عند واحد واحد فقط قال لك منت على العصابات وكان يقصد واحد من من خنينيف اللي يسمى كونينيف لقينا خمسمائة مليار سنتيم يومها بسرعة علقت عليه في تويتر قلت له راك تتكلم بجد كما يقولون خمسمائة ألف مليار سنتيم هي سبعة وثلاثين مليار دولار سبعة وثلاثين مليار دولار نقلت عليه بعض القنوات وبعض المواقع تذكر يومها كانت الجزيرة نقلت عليه بعدين عدلوا لأنه لقوها فضيحة خطي وما عيد ارتكبوا خطأ المفروض ما ينقلوش كارثة مثل هذه راك تتكلم على سبعة وثلاثين مليار دولار راك عش معناها خمسمائة ألف مليار معناها باطيمو ان باطيمو انتع واحد العشر عطاجات تع عشر طواضق كلهم عمرين بالدينار معناها ربعة وثيرين سومي حسبناها انا ذاك بالقرام اذا كان مئة ألف وقلنا خليه يكون غير مئة ألف ولا مئتين ألف شحال فيها القرام كل شحال المليون شحال يجي فيه الميزان ثم المليار اللي فيه ألف مليون ثم الألف مليار ثم المئة ألف مليار ثم الخمسمائة ألف مليار نقينها نظن لاني مذاكرتي جيدة ربعة وشرين شاحنة سومي ومورك الجزيرة كلها ما عندهاش كاش خمسمائة ألف مليار فيما عرف العملة المتداولة لا أعتقد أن حجم ما يسمى الكتلة النقدية العبارة الاقتصادية والمليه هي الكتلة النقدية لا أعتقد أن الكتلة النقدية تفوت خمسمائة ألف مليار لكن حتى لو فاتت هذا بلاد ربعين مليون تتلقاه في دار واحد كانت فضيحة ويعجبك نقلتها قنواتهم ومواقعهم وبعنوين عارضة لماذا؟ لأن هذه الأبواق أكثر جهلا أكثر جهلا تخيلوا أن واحد منهم من هذه الأبواق كاتب كاتب خطاب تبون خطاب تاريخي وزير الإعلام ماذا كاتب في الموقع هذا التاع السابق في رئيس؟ خطاب تاريخي خطاب تاريخي ل عدم مجي التبون طبعا هما لرئيس الجمهورية إلى آخر خطاب نشوف إلى راحنا دارك ممكن يبعثوا المساعد وجاي بي في نفس الموقع أنا هاد الموقع شخصيا ما ندخلوش لكن صدفة جاني من عند رابط هكذا من عند شخص فدخلت قلت نشوف الشامق عيد جايبين أيضا ثمن المجلس الشعبي الوطني خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون الذي ألقاه أمس في أشغال جمعية الثمانية وسبعين للجمعية العامة إلى آخر وأصدر المجلس بيانا ثمن فيه خطاب الرئيس تبون مشهيدا مشهيدا بجهله مشهيدا بسفاهته بتفاهته بنذالته بمستوه الردي مشهيدا بماذا بكوارث كوارث قالها لو يكفي منها هذا أن الجزائر تنتج يوميا من هنا الـ2024 ستنتج يوميا مليار وثلثمائة مليون متر مكعب أي 1300 مليار لتر يوميا وما فيش واحد يقول له شك تقول هاهو حكم الرونجيرز يقول لي حكم ثاكنة لكنها ثاكنة متخلفة شديدة التخلف حكم العسكر طبق طبق ومبعد ريكلامي لو جينا في بلاد شعب هو لي خير الحاكم لو كان هذا رح طاح بعد أن ردد أكاذيب الناس قاتلوا وش رحك تقول رهبان ره جنون غير مقبول لا يقبله عقل زا تعاودوا في الأمم المتحدة أمام العالم القنوات كما قلت زعماء العالم غادروا والوزراء وقاوا غير شوية بعض يبنوا مسير ربما الشباب وعمل الأمم المتحدة هناك الحراس لكن فضيحة هذه فضيحة أخرى تضم إلى فضيحة الجزيرة أكبر استعمال الكهرباء في العالم هو في الجزيرة تضاف إلى فضيحة الجزيرة فيها أفضل مستشفيات في إفريقيا تضاف إلى فضيحة تصدير الكهرباء إلى من يشعر لمن تضاف إلى فضايح ليس لا حدود ليس لا حدود فضايح وكوارث وإهانة صدقوني كل ميدير كارثة أشعر بالألم لأنهم يسموه رئيس الجزائر المصيبة أن نشتركه معهم في الجزائر هاي المصيبة أشعر بألم من جهة أشعر برضا لأننا نقدنا ليس انفرخ إنما كل مرة يزدي أكده هو بأنه جاهل وسفيه إضافة إلى أنه فاسد ومفسد وفاجر وفاجر إضافة إلى كل هذا ولكن من جهة أخرى يسمى رئيس الجزائر أو الرئيس الجزائري فهذا يؤلمني اشتراكنا معهم في الجزائر فكل سفهاتهم لها دائما جزء مؤلم وإن كان لها جزء آخر يفضحهم أمام الناس وأمام العالم طبعا الناس تمسخرت به ولا نظن حتى بعض القنوات وربما كش نهار يجيبوهاك من بين السخافات التي تقال في الأمم المتحدة مش راح نزيد نزيد نتكلم عليه ولا نجيب واش قال إلى آخر هاي هاي ما يسمى بسبق بريس وبعض المساعد كما قلت واحدة من مواقع المخابرات الإرهابية ها آه لمن يريد أن يأخذ كابتير خبراء خطاب الرئيس تبون في الأمم المتحدة تاريخي وجايبين زوج من مرتزقاء ليسمون محللين وفي الغالب ذكاترة العلم السياسية وبالمناسبة ذكرتها من قبل أن نعودها اللي خلاهم يديروا ماجستير ودكتوراء في علوم الإعلام علوم الاتصال وعلوم العلوم السياسية إلا من رحم ربك في الوجوه اللي تظهر ومكين الناس دكاترة وأساتذة ولبس بهم وناس نضاف وإلى آخر لكن اللي يظهروا في الإعلام 99% من هذو اللي يظهروا في الإعلام ويقول لك أنا دكتور في العلوم السياسية أو دكتور في علوم الاتصال أعرف بأنه مليزانديكاتور تعالى المخابرات ما يخلوش حتى واحد ما يخلوه حتى واحد أو وحدة من اللي عندهم مستوى في علوم الاتصال أو في العلوم السياسية بشكل خاص هذه المادتين لأن أنا درت ماجستير هناك وعرفت بعض الأشياء لما أكون بحاجة للماجستير على العلوم السياسية أو العلاقات الدولية كان شهادة مدرسة الوطنية الإدارة التكفيني وكان في الحالات معينة أكثر من دكتوراه لأنه ممكن واحد يدعو دكتوراه وما يقدرش يدخل للمنصب الذي يدخل له أنا في المدرسة الخارجية على سبيل المثال لأن هذا كنت تكوين تكوين دبلوماسي لكن كان بالنسبة لي شيء مهم لأن أنا عندي هواية خاصة للعلاقات الدولية فأردت الإضافة بعض الجوانب بالربما النظرية فشفت هناك وهذا الكلام كان في 88-89-90 إلى درجة أني قررت من درسة الأطروح يعني كملت 18 شهر وبعدين جاءت السفر التاعي وقررت من درسة الأطروح لأنني شفت المستويات وشفت كيفاش يحركوهم وعرفت وأنا كنت تستطيع نقدي في الخدمة العسكرية فمعناها بعض الملفات كانت تتمر علي في قلب لاغارنيزا لأن لاغارنيزا هناك كان عندها تجسس يتغطي فيه بن عكنون فعرفت للأسف أن كل اللي ظهروهم ويوجهوهم لازم يكونوا مروا كون دي زينديكاتور ولا دي زينديكاتريس سواء كانوا ذكور أو إناث أما الأخرين اللي صح عندهم مستويات وعندهم ما تشفوهمش في القناوات وربما ما يخلوهمش مرة حتى يقعدوا في الجامعات لأن هذاك ما يساعدهمش عندهم مستوى علمي وعندهم يعني علوم السياسية شيء مهم جدا من خلدون يقول لك السياسة هي أنبل العلوم وعارفين أن لو كانت تكون البلاد عندها كفاءات في علوم الاتصال والعلم السياسية والعلم الاقتصادية يعني كل العلوم اجتماعية هذون هما اللي يديروا البلاد في الغالب يعني يعني في الغالب اللي يدير البلاد موش لاغرونوم موش لانجينيور بالرغم أنها أولاد تخصصاتهم علمية وجميلة وهائلة وبدونها ما تمشيش الحياة لكن اللي يدير البلاد هم العلوم هم المتخصصين في العلوم الإدارية والاجتماعية العلوم الاجتماعية بما فيها القانون والإدارة وكل شيء هذون هما اللي تحصلون على مناصب طبعا هذون اللي يدوا المناصب أو كاين واحدة آخرين راه ما عندهم باكالوريا مزورة لسونس مزورة تلقى طروازية ومش لحقها وضلك رح نحدثكم على واحد من هؤلاء من بعد وحن توقفوا هنا مع هذا السفيه باش منضير وشوغت كثير ولكن لنمتعد كثيرا فهناك سفيه آخر من جيراننا مع احترامي لخوتنا التوانسا هاو سفير واحدة آخر أعصار دانيال لم يتساءل أو يكلفوا أنفسهم معناه التساؤل عن التسميح دانيال اختاروا دانيال من هو من هو هو نبي عبرين لأن تم الاختيار بتباعة الحال من كبير الجاتر التي تختار الأسماء وآذى الأعصار تم تسميته باسم دانيال ويرددونه لم يتساءل أحد لماذا تم تسميته بدانيال هذه قضية أخر لأن الحركة الصيونية تقلغل وتم تقريبا ضرب العقل والتفكير في حالة غيبوبة فكرية تماما من أبرهام إلى دانيال واضحة جدا ما أقول أولا ندرك الإمارة تقلب عليه الدنيا هذا أولا ثانيا نشوف حجم الجهن هذا للأسف كنا نظنوه صح ينسان مدني ويختار الشعب التونسي مدني وانا شخصيا فرحت لما قلت هاو جابوا واحد مدني إلى آخر لكن كانت المصيبة أكبر جابوا واحد معتوه وتديره من الخلف الآن بقايا أجهزة بن علي الأمنية العسكرية والمخابرتية بوليسية والعسكرية وتديره أكثر من ذلك الإمارات سي سي الناس كلها تعرف مخابرات مصرية وإماراتية قبيل الإنقلاب كانت لأسابيع رايحة جاية على قصر قرطاش قبل ما يدير الإنقلاب في 25 فبرار 25 جويلة 2021 باش ما نطولوش لاخر واش خرج احنا يعلق قال لك أن اسم دانيال هذا اسم دانيال بلك خاف المرليفات لما حذرته وقالوا رايحة ممكن نجيك ديريس نعملك قنابل هناك فربما أحب يدير هكذا وكأنه يرمي شوية ورد للعسابات يقولون أنا أنا معاكم أنا مش مع الصهيوني اسم دانيال دانيال عبري وهذه مؤامرة صهيونية أن تسمية الإعصار بدانيال هي مؤامرة صهيونية وزد لها أبراهام أبراهام لهو إبراهيم سيدنا إبراهيم يعني أي مبتدأ أي واحد مبتدأ يقول له يا جاهل أنبياء الله كل أنبياء الله هم مسلمون عقيدتهم هي التوحيد عقيدتهم هي الإسلام وإن اختلفت الشراء يعني الشراء اللي عندنا نحن نتعى الإسلام كما نعرفها الآن والطقوس صلاة وصيام هذه طقوسنا نحن كمسلمين لكن الأنبياء كل الأنبياء موحدون وهذا معنى هنا أنهم مسلمون وهم ذهبوا بشراء إلى أممهم وبعدين يا جاهل الأغلبية العظمى تقريبا لكازي كما يقال من الأنبياء هم من بني إسرائيل في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن فقط عشرة أنبياء فقط منهم هو عليه أفضل الصلاة والسلام اللي هم موش من بني إسرائيل وذكرهم ومن بينهم سيدنا نوح سيدنا دريس هود يونس إسماعيل ذكر عشرة أنبياء والحديث معروف إذن الأغلبية العظمى هم من بني إسرائيل من هم بني إسرائيل هم بني سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل ويعقوب اللي هو أبن سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم وابراهيم هو أبو الأنبياء يعني أنت قالك أبراهام يعني حابت تزيد إبراهام أيضا أبراهام سيدنا إبراهيم هو جد هؤلاء بني إسرائيل جدهم ولكن لم يكن هو يهوديا أو عبرانيا أو إسرائيليا وقصة طويلة لكن هاو الجهل تربط نبي من أنبياء الله بكل ما له من تعظيم وتقدير وتبجيل وما يليق بالأنبياء وتقول لم تسمينه خاتجات الحركة الصهيونية يا جهل حركة الصهيونية عمرها 125 سنة حركة الصهيونية عمرها 125 سنة وهؤلاء الأنبياء نبي الله دانيال عاش قبل أكثر من 2500 أو 3000 سنة إلا مش أكثر مش جاب هذا لهذا ثم كل الأنبياء مسلمون موحدون اختلفت شرعهم لأقوامهم حسب الظروف التي يعاشوا فيها ولكنهم كلهم موحدون إيمانا ثاني سيدنا موسى تهاجموا في هذه الحالة إذن أنت تهاجم كل أنبياء إذا كانوا من أصول بني إسرائيل هذه قمة العنصرية وقمة الجهل المسلم والمؤمن والإنسان العاقل حتى بدون أن يكون مسلما وعاقلا بدون أن يكون مؤمنا ومسلما لا ينظر للناس لا بسبب أصولهم ولا بسبب لونهم ولا بسبب شكل أمه أو باباه أو لغته ينظر للناس بأفعالهم وسلوكياتهم أما المسلم فهو مطالب بالإيمان بالأنبياء كلهم جميعا وهذا ليسمى أحد أركان الإيمان الستة ومطالب باحترامهم وتبجيلهم وتعظيمهم وعدم الانتقاص منهم لأن ذلك يخرجه من الملة يخرجه من الدين المس بأي نبي يخرجك إذا مسيت بأي نبي من أنبياء الله إذا انت قصف منه يخرجك من الدين تماما هاو المسلم ولذلك هاي قوة الإسلام والمسلمين اليوم أنهم يؤمنون بكل أنبياء الله وبكل كتب الله التي نزلت هذا هو الإيمان وإلا ما تكونش مؤمن هذا الجاهل يربط تسمية إعصار دانيال هذا اسم منتشر في البلدان الغربية وفي كثير من بلدان العالم مش حتى الغربية وهم يسمون العاصير بمختلف الأسماء مختلف الأسماء كاترينا من إش عارف سكون يعني كان عشرات الأسماء للعاصير لا علاقة لها لا بصهيونية ولا بالمؤامرة ولا بلح لا علاقة لها بذلك الصهيونية راه في عقلك تصاهيون راه في عقلك للأسف لكن هاهم الجهلاء ليحبموا بلدان اللي بالمناسبة تونس هل اللي راه يحكي على في شيء لا يفهم فيه والمفروض أنه استجامعي ومنش عارف وقانون دستوري وكل الكلام هذاك لكن معتوه في النهاية فتونس كما تعرفون انقطعت عنها الكهرباء البارح يعني من ليلة الثلاثة إلى الأربعان قطعت الكهرباء على تونس وكان يوما وكانت ليلة عصيبة على التوانسة لأن الناس ما فهمتش أولا لماذا انقطعت الكهرباء طبعا ومعطوها تفسيرات من بعدها غرقت في الظلام كل تونس غرقت في الظلام كلها طعوها تفسيرات فيما بعد أنه يقع انفجار في محطة من محطات الكهرباء هذا الانفجار كيف يقع محطة واحدة انفجار في محطة واحدة يؤدي إلى انقطاع الكهرباء على 12 مليون تونسي موزعين على أكثر من 170 ألف أو ما يعادل أو حوالي 170 ألف كيلوينتر مربع مش مفهومة هذه مش مفهومة نهائيا لكن هاي الرداء فكانت طبعا هذه من المرات الاستثنائية جدا اللي بلد كامل تنقطع فيه الكهرباء وقعت في تونس ليلة البارحة رب يكون مع أخواننا تونسا لأنهم أيضا يعانون ارتفاع رهيب في الأسعار جنون الإدارة توحش قوات البوليس وقوات المخابرات والحرص يسمونه الحرص الوطني إلى آخره الرشاوي الفساد اللي جامت من عاقيس سعيد أسوأ مما كان الحال كان الحال سيئا قبل 25 جولي 2021 الآن أسوأ بكثير بكثير نابع مرة أخرى من إنسان جاهل قذافي صغير قذافي صغير يريد أن يكون فوق كل شيء فوق الشعب وفوق الدولة وفوق التنظيمات وفوق كل شيء في عقلية اختصار الوطن والبلاد فيه هو فقط وطبعا موجودة الإمارات من الخلف لكن هذا الموضوع سيزعج أرباب الإماراتيون سيزعجهم بشدة لأنه عنده أرباب هذا المعتوه عنده من الخلف بقايا أجهزة أمنية وعسكرية مخابرتية تابن علي والدعم الدولي كانت فرنسا فرنسا شوية منزعجة منه في الفترة الأخيرة ولكن الدعم الرئيسي اليوم هي الإمارات والعصابات من الجزائر لكن بين العصابات تابن الجزائر والإمارات خصومة حتى حول تونس بينهم بين بن زايد خصومة حول تونس هذا كان واحد من المواضيع والنافذة الدولية التي هي قريبة لنا في نافذة دولية أيضا قريبة مننا هو ما يجري في المغرب وهذه المرة في نقطة معينة بالذات بحيث تكبر الخصومة ما بين المغرب وفرنسا نعرف أن المغرب كان رفض قبول مساعدات من فرنسا ومن بلدان كثيرة أخرى أنا شخصيا رأي أنه رفض لقبول مساعدات من فرنسا كان موفقا نتيجة لأن فرنسا تظهر دائما كقوة استعمارية استعلائية وأن دعمها ومساعداتها كانت تريد أن تظهر من خلالها أنها ما زالت لديها اليد العليا في المغرب وللأسف هناك نفوذ فرنسي قوي جدا في المغرب ربما هذه الوقاع وهذه الواقعة قد تضعفه ولكن في نفس الوقت كنت قد ترفض المغرب لمساعدات الدول الأخرى لأنه باختصار بسيط شرح خصومة مع أكثرية الدول العالم اللي قال لن أقبل منهم مساعدات فكانت خصومة جراتويت تظهر كومينميشون سيتي جراتويت لكن في موضوع فرنسا بالذات أنا مع أي شعب مع أي نظام حكم أو شعب خاصة من شعوبنا وبلداننا التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي يسعى إلى تقليم النفوذ الفرنسي في بلده أي شعب وساندوا في هذا طبعا شعب المغرب هو أشطانا وإخوانا ونحن شعب واحد ولذلك تداعي الكثيرين في المغرب منظمات إذن منظمات في المجتمع المدني دعت إلى وقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا في الرباط هذا الجمعة احتجاجا على رئيس مانويل ماكرون بعد أن تعمد توجيه خطاب مباشرة للمغاربة في محاولة اعتبرها متتبعون محليون مراوغة ونية سيئة للتدخل في شؤون المغرب ودعت المنظمات المؤطرة لهذه المبادرة كل الهيئات السياسية والنقبية وعموم الشعب المغربي ومغاربة العالم إلى الخروج بكثافة في كل بقاء العالم من أجل الرد على استفزازات رئيس الدولة الفرنسية الذي سعى بأسلوبه غير الحضاري إلى آخره لمزاعة استقرار المغرب هذا موقف جيد شخصيا أدعمه وأرى أنه يجب دائما مواجهة التدخل الخارجي خاصة إذا كان مستعمر السابق وفرنسا ما زالت تنظر للمغرب والجزائر وتونس وموريطانيا والسينيغال وكل دول تقريبا غرب إفريقيا التي كان تحتها تنظر لها أنهم ديسان ديجان والدليل كيف يتعاملون مع المغرب ومع لزافريكا في فرنسا بالذات قضية العباية الجات لتظهر مرة أخرى حجم العنصرية حجم الاستكبار حجم الاستفزاز التي توجه الاسطابليشمنت الحاكمة في فرنسا للمسلمين يعني لم يكتفوا بعد الخمار وبعد الإرهاب اللي ما نشعارف طول الوقت رغم أنه وقعت هناك عمليات إرهابية أكيد وهي مدانة أكيد لكن قضية الحاقها وإيصالها بالسيباراتيزم إسلاميست وما نشعارف ولا كل مسلم يصلي إلى درجة سائرة قبل يومين أو ثلاثة مشكلة كبيرة ودارت ضججة على ونقى التواصل الاجتماعي شرطي فرنسي من أصول مسلمة أو بلق مسلم ما نشعارف حتى إلى بلق دسوش المهم مسلم شرطي فرنسي إنسان فرنسي تقدم باش يكون شرطي نجح في كل امتحانات ثم رفضوه واش كان السبب قالوا له عندك السبيبة هنا هنا تباين باللي تصلي والله نفس الشي اللي قالوا لي أنا أول مرة نقولها نفس الشي اللي قالوا لي قبل خمسة وعشرين سنة مني أو تسعين أو تسعين أحد الصحفيين الفرنسيين قال لي قلت له يعني ماذا تقصد قال لي لأنني شوف هنا أنت على الصلاة قلت له هذا مسلم يصلي وراء المشكلة أين المشكلة قلت معاه في نقاش كنا باش نديروا حوار على ما كان يجري والمجازر قلت له استنى هنا نتوقف قلت له وراء المشكلة عندك أني هنا نصلي أين هي مشكلتك قلت له لا 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 هذه بركة ما نشعارف لأن الفيس قلت له معنى الفيس الضرك يولي اللي يصلي معنى لازم يكون مع الفيس والله كيف فيس حزب فاس في انتخابات الناس تتفق في أشياء وتختلف معها في أشياء عنده أنصار وعنده أعضاء ليمنوا به إلى آخره لكن المسلم مسلم يصلي مرأة مشكلة فلما شفت أنا ذكرتها فقط لما شفت نقاش طويل وعريض وخصومات وصوشيال ميديا الناس ما فهمتش هنا في بريطانيا تجد المسلم بلحية اللهنة والهندوسي بلحية اللهنة كان منهم اللحة والسيخي عنده السيخي يضعون لا شعورهم لا لحة فقد تجد لحية السيخي هاك نص متر أو 20 سنتيم أو 15 سنتيم وتجد اليهودي إذا كان شرطي وإذا كان قليل وانتوا في يهودي شرطي يضع الكيبة على رأسه ما عنده مشكلة يعني يعني كوني نحي الكاسكيطة تشوف الكيبة أو نجمة الداود لا لديهم مشكلة وهالشي في كل وأمريكا بريطانيا أستراليا على الأقل في الدول الأنجلوساكسونية وفي كثير من الدول الغربية وفي فرنسا تدير اللحية تقدر تديرها بالصح إذا كانت مش لحية بتاع مسلمين معنى لازم واحد يروح يفرق ورأي لحية المسلم من غير المسلم كيفاه إذا كنت مسلم تولي اللحية مشكلة وإذا كنت مش مسلم اللحية مش مشكلة فهذه فرنسا للأسف مع ماكرون خاصة مش هو فقط هذه من أيام دي قول ومن قبله في الحقيقة ومن أيام طويلة مترسخة في فرنسا وفي الفرنكوفون حتى في الفرنكوفون ليس كلهم الحمد لله أنه دائما كان فيه عليه الفرنكوفون على بلجيك الفرنكوفون على سويس الفرنكوفون على كندا لأن هذه الدول خاصة وشوية لكسونبورغ اللي هي فيها أجزاء من الشعوب من الشعب فرنكوفوني عندهم مشكلة تجد في بلجيكا قد تجد المشكل مع الفرنكوفوني ولا تجد مع الفرنكوفوني كلهم في بلجيكا في كندا تجد المشكل مع الفرنكوفوني ولا تجد المشكل مع الأنغلوفوني في سويس على نفس الشي ينظرون لنا باحتقار وبعنصرية كبيرة جدا خاصة إذا كنت مسلما وهذا نابع من تاريخ فرنسي من أيام الحروب السلبية عشر قرون والله حتى من أيام شارل مارتال 12 قرن أو 13 قرن وهم يغذون الإسلاموفوبيا والعنصرية ووصلوا إلى الخمار ووصلوا إلى منش عارف إلى آخر فأنا أرى أن إخوانا في المغرب هذا موقف رائع وهذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات جميلة وجيدة جدا يجب فقط في رأيي أن تستمر حتى لا تكون موجة خفيفة فقط أرادها ربما أو سكت عنها نظام الحاكم أو الملك أو يجب أن يكون موقف ثابت ودائم في مواجهة الاستعلاء والاستكبار والعلو الفرنسي في اتجاهنا هذا غير مقبول في زمن خاصة زمن القرية الاجتماعية أو القرية الواحدة أو قرية عالم أصبح قرية مع أنه قرأت أنه ارتفع حجم ضحايا الزلزال إلى 16 ألف تأثروا بالزلزال إما بشكل جروح أو مختفين أو قتل ندعو الله أن يكونوا شهداء رحمهم الله جميعا وألهم أهليهم ودويهم الصبر وشاف المرضى منهم والمصدومين والذين خسروا أحيانا كل شيء في أن الناس خسروا أسرة كاملة أطفال بمن فيها إلى آخرهم ليس بعيدا عن المأساة أخرى هي مأساة في في ليبيا وهذا موضوع طويل ضباً من الأحسن نخلي نضعه جانباً الآن لأنه كنا بدأنا نتحدث فيه قد يخضنا كل الجزء المتبقي اللي رح نتكلم فيه على النافذة الدولية رح نخليه لكن إن شاء الله في اللايب القادم رح نخصص له جزء خاص لأنه موضوع متشعب خاصة مع محاولة الآن مع طرد الصحفيين من درنا مع محاولة حفتر السيطرة على هذا الموضوع في المنطقة الشرقية وعلى درنا مع ظهور أصوات ليبية محتجة ضد حفتر والأتباع انتاعه مما يسمى بمجلس النياب خاصة النواب خاصة صالح عقيلة هذا والذي ظهر أنه وضع رئيس البلدية من الأسرة انتاعه والناس هاجموا صالح عقيلة وهاجموا رئيس البلدية أو عمدة البلدية إلى آخره في درنا فموضوع يحتاج إلى وقت وأنا نشوف باللوقت رأي يضغط عليها بشدة وما زال مواضيع أخرى كثيرة ربما حتى الموضوع الروسي الأوكراني سنضعه جانبا اليوم باش نقدروا نتكلموا على موضوعين آخرين باختصار باش نروحوا للموضوع أو الزاوية الثالثة أو النافذة الثالثة في موضوع آخر لعلكم تابعتم ربما أقصر حرب تدور بين الأرمن والأذريين هي هذه الحرب التي دارت في الثمانية وربعين ساعة أو في 72 ساعة الأخيرة في 72 ساعة الأخيرة أقدمت أدربيجان على مهاجمات الانفصاليين الأرمن اللي موجودين في ناقورني كارباخ وناقورني كارباخ هي مساحة معتبرة من أدربيجان يسكنها الأغلبية العظمى يسكنها أرمن وهؤلاء انفصلوا عن أدربيجان وقامت حروب بين أدربيجان وأرمينيا منذ 35 سنة منذ نهاية الثمانينات قبل حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في أيام وفي سنوات الأخيرة قامت حرب بين أرمينيا وأدربيجان وتكررت هذه الحرب كانت أحيانا تنتصر أرمينيا وأحيانا الأذريين إلى آخر آخرها كانت حرب في نوفمبر 2020 واللي كان فيها انتصار أذري أدربيجان يعني لكنه لم يكن انتصارا حسما لأن الروس حلفاء الأرمن آنذاك تدخلوا وفرضوا نوع من السلم حتى لا تنتصر أدربيجان بشكل كامل الأذريين كانوا يساندهم خاصة الأتراك والأتراك تدخلوا بكل ما لديهم بقوات خاصة بالدرونز بدعم الجيش الأذري بتحالف كامل في حين أن أرمينيا كانت يدعمها أغلبية الدول الأوروبية تدعمها الولايات المتحدة تدعمها روسيا وتدعمها حتى إيران مع ذلك كان الانتصار حليف الأوروبيين لم يتدخلوا عسكريا لأن الروس كانوا مسيطرين على الرئيس الزارة الأرميني لكن انهزموا ولما انهزم الأرمين تدخل الروس وخففوا من الهزيمة مع ذلك كانت صرات احتجاجات كبرى في ياريفان عاصمة أرمينيا وأعتبروا كانت كوالت يعني حدثت أرمينيا كلها رأي تمر بحالة عدم استقرار لكن هذا الهجوم انتهى قبل ثلاث أيام واللي أدى إلى نصر ساحق وسريع إلى الأذريين أدى إلى مشاكل في داخل الأرمينيا لكن ما هي أسبابه لماذا انتصر الأذريون بهذه السرعة وفرضوا شروطهم إلى درجة نزع الأسلحة على الانفصاليين في الحقيقة لأنه وقع متغير هائل وهو روسيا شوفوا الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر في كل مكان ماذا حدث في روسيا الأرمين اعتبروا أن الروس لم يدعمون بما يكفي في 2020 برغم أن سندوهم لكن لم يدعمون بما يكفي وبدأوا يوجهون تحالفاتهم إلى الغرب إلى درجة أن الأرمين رتبوا إلى مناورات عسكرية قبل أسبوعين حدثتكم عليها مع الأمريكان هذا أغضب الروس بشكل رهيب اعتبروا أنها خيانة أنها خنجر بوتين اعتبر أنها خنجر في ظهره نجيب له الأمريكان والأمريكان يحصروا فيه في كل مكان خاصة في أوكرانيا فأقدم أو لمح بوتين أنه لن يدعم الأرمين مما أعطى فرصة للأذريين بأن الدعم الرئيسي للأرمين هو الروس خاصة المتواجدين عسكريا فيما يسمى بقوة السلام الروسية هناك أنه لن يساند الانفصاليين فأقدموا على هجوم ساحق أدى إلى مقتل مئة أرميني وربما عشرات من الأذريين وأدى إلى هزيمة الانفصاليين أرمينيا لم تتدخل وقالت أنها غير معنية بهذا الاتفاق يعني دار اتفاق استسلام الأرمين الموجودين في كارباخ وهذا يعتبر من ناحية الشرعية الدولية العالم لا يعترف بالانفصاليين الأرمين ويعتبر أن تلك الأرض هي أرض أذرية ولذلك أدربيجان ناحية القانون الدولي هي في موقف أفضل لكن هذا انتصار لتركيا وهو مشكلة لروسيا التي اضطرت أن تسمح بهذا الهجوم بعد أن قلب عليها رئيس وزراء أرمينيا وأصبح أقرب إلى الغربيين قاسرين للولايات المتحدة فنشوف بعض المقاطع المظاهرات التي حدثت هناك حدثت مظاهرات في يريفان شوفوا هذه مظاهرات جديدة ضد رئيس الوزراء لأنه لم يتدخل ولم يساند الانفصاليين وهو كان عارف أن أي مساندة الانفصاليين ستضعف الجيش الأرميني أكثر وأنه مش وقتها ولذلك لم يتدخل هذه كل من تدعيات يعني ما قدم عليهم في كين أمر آخر لعلكم تابعتوه سأتكلم عنه الآن وهو ما حدث في ما حدث في السودان السودان فيه متغير هائل في حرب الجنرالات هناك أفوا أين هو الملف في حرب الجنرالات في في الخرطوم وفي السودان عموما أقدمت طائرات درونز على الهجوم على مواقع وسيارات للدعم السريع حميدتي هذا وأدت إلى ضربهم بقوة وبشدة في شكل غير مسبوك وغير معروف مما جعل الكثيرين يقولون من هي يعني الجيش السوداني مش معروف بتخصص في الدرونز الطائرات بدون طيار وعنده طائرات الكلاسيكية طائرات روسية خاصة الميغ والسخوي وباقي الطائرات اللي عنده فالجيش السوداني أيضا تسليحه روسي أساسا وكان من كل ما يقوم بقنبلة ما يقنبل معها المدنيين إلى آخر لكن البارح كان هناك هجوم أو هذا اليومين في الحقيقة كان هناك هجوم تارجتد مدقق وأدى إلى إلى ضرب شديد لعناصر حميتي قد نشوف إلا رأى عندي المقطع مش عارف إلا المساعدة أرسله لي أم لا لا ما عنديش المقطع هناك على السودان آه هاو موجود هاو موجود هاو المقطع وحقت اللي حقت فيه هي سيانان سيانان جابت كل التفاصيل وقالت أن هناك هجوم أقدمت عليه تبين تخيلوا من الذي قام بالهجوم شوف ثانان فيها كثير من الإشكالات تعالبي بلي سيتي مشكلة تعالبي بلي سيتي هذه إحيانا تأخذ أطغر من الوقت سيتي تحديدا آآ في الوارات داخل في مرارات في مرات المساعدة تقلق 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 موارع الفتو ساعدل تقلق ونطبع للمشاهدة في كيف's theater of war against موسكو إذن حسب سينان وحسب الصور اللي قدمتها قالت أن اللي قام بهذه القصف هي قوات خاصة أوكرانية واستعان بها الجيش السوداني لضرب قوات حميتي وتحميتي تتلقى دعما رئيسيا من فاغنر أي من خصوم أوكرانيا وأوكرانيا بالنسبة إليها هذه جبهة أخرى وهذه أول مرة تظهر أوكرانيا في جبهة خارجية وبعيدة جدا لكي تضرب الروس في السودان مما يعني تدوير قضية السودان وخروج الحرب الروسية الأوكرانية على مواقع التقليدية اللي هي في أوكرانيا وجزئيا في روسيا إذن شوف الجنرالات تعالى السودان ويندو الحالة وشوف تدخل أوكرانيا الآن أين يسل ولذلك هاي المخاطر هاي المخاطر تعالى الحروب سواء الحروب مثل حرب كوتين على أوكرانيا اللي الآن جيش هراه كان عندها كما قال بريقوجين قبل أن يقتلوه كان عندهم خمسين ألف عسكري فاشل الآن عندهم أربعمائة ألف عسكري مدرب تدريبا عاليا وهاي أوكرانيا تنتقل من معركتها اللي هي في شمال أوروبا إلى وسط السودان إلى وسط إفريقيا وبما فيها السودان قوة الخارجية بعد تستحارب في كل مكان بالمناسبة هذا أيضا يعطينا فكرة على حكم الجنرالات هاهم جنرالات السودان عندما تناطحوا تخرجوا بالطائرات وبالدبابات وهو تدخل الخارجي تدخل الخارجي الأكبر الآن تحصل عليه قوات حميدتي والدعم السريع وتقود هذه القوات تقودها الإمارات إلى درجة أن حفتر الذي كان متحالفاً الجنرال حفتر وهو عميل من عملاء الإمارات وعملاء السعودية وغيرهم كان متحالف مع المعارضة الشادية قبل أربعة أيام خاضر حفتر بطائرات روسية بعد زيارة نائب وزير الدفاع الروسي واسمه يونس يبدو أن المسلم أيضاً خاضر قصف المعارضة الشادية لماذا؟ لأن انقلاب النيجر أدى إلى وقت دعم النيجر بازوم كان يدعم قوات حميدتي عندما حدث الانقلاب توقف الدعم الذي كان يقدمه الرئيس بازوم رئيس النيجر المضاح به إلى جماعة حميدتي وجماعة حميدتي يحتاجون مقاتلين أفارقة إذن تشارين قالوا أننا ساعدوكم بشرق ساعدونا في مواجهة المعارضة تاعنا باش يواجهوهم في المعارضة تاعهم طلبوا من حفتر أن يقوم بقصفهم قصف المعارضة المتواجدة داخل الجنوب الليبي أو حتى في الشمال تشارين وهكذا يظهر حفتر أنه في الحقيقة بندقية للتأجير وأنه يقوم بمهام حسب ما يعمر به أسياده لكن هنا سيخلق له مشكلة كبرى وهو أن حفتر يتلقى دعما أيضا من السيسي والسيسي في خصومة مع الإمارات في السودان وهذا شيء جميل لأنه يؤدي إلى التفكيك وكسر محور الشر الذي كان مشكلا من السعودية والإمارات ومصر من بن سلمان و بن زايد والسيسي هذا المحور يتفتت الآن هناك خصومات متصاعدة بين الإمارات والسعودية خصومات كبيرة بين الإمارات ومصر في أثيوبيا وفي السودان أثيوبيا المصريين يتهموا الإماراتين أنهم الذين مولوا السد وفي السودان لأنهم أحمدت بينما السيسي مع البرهان والجنرالات الجيش تداخلات هذه كلها تعنينة بشكل أو بآخر ومن هنا أنتقل إلى الملف ملفنا الثالث وهو الملف الجزائري لأقول أن إفريقيا كلها تمر بأوضاع عصيبة وخاصة من السودان والصومال إلى موريطانيا مروراً بشاد مروراً بإفريقيا الجهة الوسطى تشاد نيجر مالي بوركينفاسو كاميرون إلى آخر كل هذه المنطقة في وضع غير مسبوق كان دائماً إفريقيا الأقرب إلى إلى جنوب بدلاً من أقرب إلى الشمال إفريقيا الكونغو كينشاسا الكونغو برازابيل خاصة الكونغو كينشاسا ولكن حتى الكونغو برازابيل الكود ديفوار البوراندي إلى هذه كانت دائماً وما زالت فيها مشاكل أوغندا كينيا لكن هذه المرة الأمور تصاعدت أكثر خاصة مع حرب السودان ومع انقلاب النيجر وانقلاب مالي وانقلاب بوركينفاسو مالي والنيجر يشاركوننا الحدود ولذلك أي عنف فيهم يعنينا مباشرة يعنينا بانفلات الأوضاع يعنينا بدخولهم إلى أراضينا مثلاً فعندما يحكمك شنغريحة وأمثاله فتكون الكارثة أكبر لماذا؟ لأن الوضع في جنوب الجزائر في تامون راست عنقزار تيمياوين تينزواتين وكل البلدات المشابهة وضع سيء جداً وضع يتميز دعونا قرار لكم رسالة تسمعوا مباشرة من أهالي المدينة ترجمة نانسي قنقر أستاذ من فضلك تكلم عن التدمير التي تتعرض له ولاية تامون راست وكل مدن الجنوب ومعاناة المواطنين وانتشار المخدرات والأقراص المهلوسة وأغراق ولاية الجنوب بالمهاجرين غير شرعيين وتراكم الأوساخ والنفايات في كل مكان وانقطاع الكهرباء والأنترنت وشبكة الهاتف النقال في أغلب الأوقات في ولاية أقصى الجنوب والمدن الحدودية والقتل الذي يتعرض له من حين لآخر بعض السكان من طرف الجيش أو حراس الحدود والقبضة الحديدية الأمنية في كل مدن الجنوب ونقص المواد الغذائية وغلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه وتجنيس الأجانب بشكل رهيب إلى غاية الآن في جناية وعين قزام وتمرس وبرج باجي مختار وتيم يوين وتعيين مسؤولين مجرمين في كل القطاعات في أقصى الجنوب من فضلك تحدث عن زيادة منسوب الوعي وارتفاع مطالب سكان الجنوب مما يشكل الآن صدمة للعصابات الحاكمة التي ربما قد تلجأ حتى إلى خلق فتنة في الجنوب الكبير أوضاع مزرية طرقات مدمرة أسعار خالية جدا شوف كل إخواننا في الشمال كل إخواننا في الجزائر إذا استثنينا أقصى الجنوب يشتكون من ارتفاع الأسعار دائما نزد عليها ما بين 20 إلى 30% ارتفاع الأسعار في الجنوب بشكل فضيع إضافة إلى هذا الطاكس البرج اللي تفوت عليه يجي يقول لك كش ما تمد سواء براج تعلق البوليسية اللي يكون في مداخل المدن أو براج أو داخل المدن حتى أو براج درك أو براج الجيش وكان مساكين بعض الناصر تعلق الجيش لا يجدون ماء مرات يكونوا جائعين مرات يقول لناس حبسوا ناس في سياراتهم من فضلك كش معدكم شوية خبز ولا كش أكل وكش ما رأى عندنا ثلثية ما جاوناش مازال تخيلوا يعني مؤلم جدا وهذا ناس في السحاري وبراجات مرات يكون أقرب مدينة ليه خمسين كيلومتر أو سبعين كيلومتر أو مئة كيلومتر طبعا السكان مساكن ما هيقدرش يحبسوا جندي بسلاحوا إلا عندك الماء عندك الأكل يعطي له وش عنده ومرات يفرضوا عليهم أقسم لي بعض إخواننا قال لي غري يكون الإنسان كاري سيارة عنده مريض اديه من بلدة تبعد على ميتين كيلومتر على تمرست ولا على عين قزام ولا بش يديه المستشفى تعال مدينة يفوت على زوج باراجات كل واحد يقول له هات ولا ثلاث باراجات ولا أربع باراجات وهما فقراء أصلا يعطي له قضية ميتين ألف وثلاث مئة ألف نحوها له واللي نحوها كاللي هما لصوص وكاللي بالحاجة كاللي هوا الله غالب جندي ما عندهش باش يأكل عندهم يقعدوا أيام وأسابيع في هذا اللي باراج ومرات ما يقعش تبدال إلا بعد عشرة أيام اثنى عشر يوم الناس هذاك اللي يعود في البراج أنا مرة أحكى لي واحد قال يتحسر خلقته نأ هنا خلقت مع كل ما تعني الصحراء باردة في الليل وسخنة في الصيف وطبعا الأفاعي والأقارب والحشرات ومرات بعض الحيوانات الضارية وإلى آخره فمنين يديروا غضبهم الجنود والدرك يديروا في السكان مساكين لكن كان الموضوع أخطر لماذا اليوم قلت أنه مش فايقين هذا الجماعة أنا في بداية الحديث قلت أنه من مصدر قريب جدا من مكتب شنغريحة أخبرني أن شنغريحة تواصل مع أمنوكال هاقار أمنوكال كنتسمع كلمة أمنوكال اللي هي مراتي ترجموها إلى أمين العقال وهي ترجمة مش دقيقة لكن هو بمعنى السلطان أي أن توارك في الجزائر عندنا اثنين سلاطين عندنا السلطان إيقر اللي هو من جهة عناميناس ومن جهة الليبية أقرب الحدود الليبية أجزاء كبيرة من جزء الجزائر وجزء من ليبيا وعندنا السلطان الأهقار اللي هو الهوقار نسمى الهوقار هو ابن ينطق الأهقار باللغة الترقية اللي هو يغطي تمرس وأجزاء من شمال نشر إذا نزوج سلطنات السلطان يسمى أمنوكال تصل شنغريحة بأمنوكال هاقار وقالوا تشوفني جيني العاصمة في عسر وقت وكما قلت إما الاجتماع يكون تم اليوم المصدر كان يخبرني قبل يومين قال يشي ما رح يتم في من اللرب ما بين اللرب أو الجمعة إما من اليوم أو غدوة أو الجمعة لماذا؟ لأنهم شعروا بخطورة العوضاء وأنا حذرتهم وأنذرتهم قلت لهم رح تلعبوه بالبلاد وبجغرافية البلاد وأتمنى أن لا يحدث الشيء اللي بلادي لكن حياً أو ميتاً تذكروا كل هذه اللايفات اللي راني نديرها وهذا الكلام اللي راني نقوله لأن الخطر الأكبر ما رح يجينا لا من جهة المغرب اللهم إلا إذا دفعت الإمارات وإسرائيل وطراف أخرى إلى حرب ستكون مدمر البلدين لقدر الله ولا رح يجينا من جهة تونس ولا رح يجينا من جهة ليبيا رح يجينا من قوى استعمارية ولكن من الجنوب مش من الشمال قوى استعمارية لكن ستأتي من الجنوب لأن الجنوب هو الحلقة الأضعف والعصابات التي تحكمت وتتحكم في الجزائر أضعفت الجنوب أيما إضعاف وفي الجنوب توجد ثروات هائلة في جنوب الجزائر ولكن أيضاً في النيجر ومالي وتشاد وشوفوا هذه النيجر اللي هي من بين أفقر دول العالم شوفوا الصراع اللي رح وقع لها الآن في العالم الروس الصين الأتراك الأمريكان الفرنسي أفارقة إسرائيل إيران إلى آخرها فواحدة من نقاط الضعف من الكوارث اللي رحم ديرينها هي ما يسمى بالتجنيس يقدر يقول لي واحد واشتخل هذا في هذا داركم فهمك حينما استقلت الجزائر ورفض توارق الجزائر وهذا موضوع كاش نهار نحكي عليه بالتفصيل رفض توارق الجزائر أمنوكال التوارق في اثنين رفضوا أن يشكلوا كيان ترقي كما كانت تسعة فرنسا وقالوا نحن جزء من الجزائر وأضيفت كل تلك الأراضي اللي كانوا سكنها توارق اللي هي اليوم تمرس وإلى آخره إلى حدودنا إلى حدود الجزائر كان هناك طبعا مع الاستعمار إلى آخره عشرات الآلاف من الجزائرين مسترجلين حتى داخل ورقلة حتى داخل لغوات حتى داخل عنابة حتى كان جزائرين لم يكنش مسجلين لأسباب متعددة لكن في الجنوب خاصة نقص الجنوب هذو قبائل الرحل سواء كانت قبائل ترقية أو قبائل عربية أو قبائل فلانية هذو قبائل الرحل لكن هم جزائريين في إطار جغرافية الجزائر فكان هناك قانون يسمونه قانون التجنيس التسجيل والتجنيس قال لك الجزائريين اللي ما كانوا مش مسجلين أيام الاستعمار سجله لكن أنا ذاك كان قانونا في حكمة يجيبوا في كل مدينة يجيبوا الناس الكبار الناس الحكماء الناس يعرفوا الأنساب ويعرفوا الناس إلى آخره وداروا لجنة هذه اللجنة إذا يأتي واحد يقول لنا جزائري يديرونه امتحان ما كان باباك ما كان جدك وين سكنته وين رحلته وين خلته وين خرجته هذا ورحل في الغالب فيديرونه امتحان باش يتأكدوا إذا هو من القبائل تاع الجزائر ولا لا قبائل هنا سواء كانت عربية أو ترقية بالمناسبة أو حتى فلانية فإن كان فلان إلا يلقوه ما يقول إلا يلقوه من نيجر يقولوا لا انترك في النيجر الآن والنيجر هو بلد وحد آخر رحل النيجر إلى مالي رحل مالي إلا يتأكدوا أنه من الجزائر يعطوله وثيقة باش يديها لعند القاضي وثيقة رسمية باش يعطوله ويسجله ويعطوله الجنسية كان هذا الكلام كان هذا الكلام معقول ومنطقي جدا في الستينات في السبعينات في الثمانينات لكن مع منتصف التسعينات انتهت الموضوع هذا خلاص لأنه ثلاثين سنة بعد الاستقلال ما قول لاش فيه جزائريين ما عندهمش جنسية وش سرم بعد مع الإنقلاب تحت تنين وتسعين ومع هيمنت وسيطرت المخابرات والأجهزة العسكرية على كل شيء ولا بيزنس كبير هذا البيزنس وشنه هو التجنيس تجنيس أفارقة من أفارقة من النيجر من مالي من تشاد من سينيغال من كوديفور من أي بلد أفريقي إذا يعرف كيفاش يوصل للترابانديست هذون لبيزنس في هذا الموضوع واش لازم له لازم له ثلاثين مليون وربع صور وهذه كل اللجنة اللي كانت تدير الامتحان الشافوي لكل واحد يتقدم للتجنيس والراحة حلوها قال لك ما عنا ما نديرو به مالكي فاهدر كيفاش يجنسوا هذون وعليش نجنسهم اللي يجيب ثلاثين مليون وربع تصاور كينقوضات في المحاكمة هذه تعلمدون يعطوا لهم وثيقة الجنسية ما يديروهش الجنسية الرسمية لأن المفروض الآن أي واحد أي أجنبي يتجنس في كل دول العالم تقريبا بما فيها الجزائر أجنبي مثلا انت مش عارف واحد ألماني بعد عشرين سنة تزوج مع جزائرية إلى آخر يتجنس أو تركي أو صيني أو تونسي أو مغربي يعطي تخرج في الجايدة الرسمية أما هؤلاء فما يعتبروهم أجانب يعتبروهم أصلا جزائريين وهما أصلا أجانب أفارقة وبعضهم يجي حتى من نيجيريا فتلاعبوا بالقانون تلاعبوا بالقانون هاني أنا هنا نخبر حتى العصابات الإجرامية حاو كيفاش اللعب يتم لأن هذا راه لعبة خطيرة جدا راكم شفتوا موجات الأفارقة هما خاوتنا هذون خاوتنا في الإنسانية وكثير منهم مسلمين خاوتنا أيضا إلى آخرين لكن لا ما لازمش يكون تلاعب انت مكش جزائري مكش جزائري تقدش شري الجنسية بـ 30 مليون أبا مرات يشروها بـ 30 مليون ومش فقط يشروها بـ 30 مليون ويولوا حكام يولوا مشرعين خلينا أعطي لكم مثال تشوفوه مباشرة الآن أحدهم وضع كرام كثير على كل حال لكن هذا راح تشوفوه مباشرة أصبح برلماني كبير بعد ما مر على المجالس الولائية والمجالس البلدية وكل المجالس سمحوني في فيديوهات كثيرة لحظة لحظة المحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف مرصالين السيد نائب الرئيس المحترم السيد وزير الاتصال سادة زملاء نواب أسرة الإعلام زملاء أعضاء اللجنة بداية وأن السيدات والسادة الوزراء اللي دار فيهم الرئيس الثيقة نحب سهناء لأن اللي كان يهمنا هو صوته وأين يوجد هذا الشخص ما اسمه هذا الشخص اسمه بوجمع زناني وهو من أصل نيجيري هاجر إلى تمرس في أول التسعينات واشتر الجنسية الجزائرية هويته مزورة لأنه ليس من عرش ولاد الزنان المتواجدين في أضرار ولا تربطه أي علاقة بهم كان يشتغل في سنواته الأولى للهجرة في التهريب وبعدها دخل غمار سياسة من بوابة حزب جبهة التحرير الوطني ثم تجمع الوطني الديمقراطي الإيرندي وأصبح الشخصية الأولى في الحزب بتمرست بعد وفاة النائب بابعلي ومن المقربين من أويحيا ولو عهدتان في المسجل الشعبي الولائي بتمرست والآن هو نائب بالمسجل الشعبي الوطني يمتهن سرية النشاط التهريب الدولي وتبيض الأموال مع أشخاص في الجزائر العاصمة والنيجر ومالي ويملك محطة للوقود بتمرست وعقارات في تمرست والنيجر ومعروف عنه حمايته للمهربين ومن كبار المخبرين للستياري على مستوى الجنوب هاو العبث يجيب لك ناس من بلدان إفريقية قد يكون من مالي قد يكون من شاط قد يكون من نيجر المثال هنا نتعنا من النيجر يجنسوا يدفع 30 مليون يجنسوا وبعدين لأن هؤلاء في الغالب يكونوا ذي ترابانديس يكونوا عندهم دخلات وخرجات إلى آخره فيقدموا خدمات للضباط الكبار للوالي للقضاء إلى آخره فيدخلهم للسياسة مثل أخونا هذا دخلوا للسياسة في الأول تخلى فلان ومبعد ولف الارندي وفلان الارندي وجهان لعملة واحدة ومبعدين زي تقرب من أحمد أو يحيى وأصبح هو بعد ما مات نائب لقبله ونائب لقبله مات في حادث مرور وحادث مرور في كثير من يعني حادث مرور المرجح عندي المرجح عندي بعد ما شفت كل شيء راح تكلم عليه مرة أخرى هو اغتيال أقدمت عليه المخابرات الإرهابية لأنه انتقدهم بشدة خلفه هو وأصبح الآن نائب أساسي في المجلس ما يسمى بالمجلس برلمان ويشرع للجزائريين لأن كل اللي هناك رأم على أساس يشرعون ولكنه في نفس الوقت حسب المعلومات التي لدي يمتهي التهريب ولدي علاقات مع السلطات المحلية من الجنرال قائد ناحية السادس عجرود نائب ناحية حسن سليمان قائد الخطاع العمليات قائدة المخابرات قائدة قائدة الشرطة هناك وش رهم يدير واللي يروح هناك وش يدير يعمر شكاير خاصة مع ظهور الذهب وهذا موضوع الذهب إن شاء الله ما زال أيضا نرجع له بكثير من التفاصيل وكيف يقوم عجرود وحسن سليمان بالإتيان بتشاديين وتغطية أماكن كاملة على أساس أن أماكن عسكرية محظورة ولكن هما يحفروا بشي يدير هذا موضوع آخر إذن قضية التجنيس هذه كارثة من الكوارث آلاف الأفارقة آلاف تم تجنيسهم وطبعا هذا اللي لما يدوا الجنسية ويصبحوا عندهم نفوذ يقول يجيب العائلة ويجيب القبيلة ويجيب الدشرة من ربما يجيب حتى من طوغو أو من قابون أو من أي مكانجة يعلمهم بسرعة شوية اللهجة وشوية بعضهم حتى ما يتكلمش ما يتكلم لا اللهجة الجزائرية ولا العربية ولا الترقية ولا أي شيء آلاف الأفارقة تم تجنيسهم في 20 سنة الأخيرة وهذا من ناحية الأمنية خطير جدا ليس فقط لأن فيه فساد وفيه رشاوي ليس فقط لأن هؤلاء ما يستحقوش الجنسية الجزائرية ليس فقط كل هذا ولكن هذا اختراق لمنطقة حولها تنافس عالمي وفيها تصرفات بائسة للإدارة العسكرية والمدنية في البلاد زادوا هذا المشكل اللي هو يشكل بالفعل خطر حقيقي ولو بعد حين وستذكرون ما أقول لكم بعد السنوات لأن المنطقة لو كان ما تظهرش جزائر مدنية جزائر قوية المنطقة على أبواب أن تحدث فيها تغيرات هائلة وواحدة من أكبر نقاط الضعف والإماراتين يعرفون هذا والفرنسيين يعرفون هذا والأمريكيين يعرفون هذا والروسي يعرفون هذا وغيرهم كله يعرف هذا والصير واحدة من أكبر نقاط الضعف منتع الوطن الجزائري منتع البلاد الجزائرية هو أقصى الجنوب مش فقط لامتداده على ألاف الكيلومترات مع ليبيا ألف كيلومتر ومع نيجر ألف كيلومتر ومع مالي ألف كيلومتر ومع موريطانيا قريب منيش عرف كم من كيلومتر مش فقط هذا ولكن لأسباب أخرى تتعلق بالفساد العارم الذي يدور هناك وهذا الفساد أثر سلبا على السكان اللي يشعروا بأنهم تحت قوة احتلال وليس تحت حماية ضباط بلادهم وبوليس بلادهم والدرك بلادهم وقضاة بلادهم يشعرون أنهم يحتقرونهم ينهبونهم يعتقلونهم أحياناً يقتلون منهم كثيراً ما ينهبونهم وينهبون أموالهم وهذا نابع من فشل عارم هناك الفشل في الجزائر كله لكن هناك إضافة لكل ما يعانيه الجزائرين هناك خطر وخطر كبير جداً أدعو هذه العصابات وأنا خصم كبير لها وسأظل بإذن الله لو كانوا يتراجعوش على ما يفعلون أدعوهم أن ينتبهوا لأن أكبر خطر لن يأتي لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال المخاطر الكبرى راح تأتي من الجنوب لأن حول النيجر ومالي واتشاد والسودان وكلها هذه مناطق كلها ذهب بما فيها الأراضي الجزائرية ربع الأراضي الجزائرية مليئة بالذهب هناك واليورانيوم ومعادن أخرى فحول هذه المعادن سيدور صراع عالمي إذا لم تنتبه هذه العصابات فإنها تذهب البلاد إلى الهاوية لقدر الله حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر